اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الاشاعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واذا كان مقصود ايضا هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل اكثر من عرفوا بآل السنة والجماعة اذا كان مقصود هو تعريف المسلمين لعنه عن واقعهم كردهم وبعدهم من اهل السنة حقا فعلينا ان نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع انهم مع اهل السنة في كثير من ايمانهم بحديث الصفات وآيات الصفات وانهم ليسوا معهم في كثير من آيات وآيات الصفات اخرى الله تبارك وتعالى واليوم الاخر وخلق القرآن وخلق ذلك الى لغضا من هذه الزائع الاشعرية ممكن ان نطنفهم فانهم يشارك اهل السنة في كثير من الاشياء ويقع لهم من الاشياء المعروفة لكن المصيبة والبلاء الذي ذهى الاشعرية ان كثيرا منهم اعتلقوا المجاهب الصوفية فانا ارى ان كثيرا من الاشياء الذين يتصوفوا على طريقة بن عربي على طريقة السيجان في الحاضر على طريقة البريلية في نظر انهم اخذت من الخارج المعروفة ولا يجيز ان يحسبوا اذا كانوا بهذه الحالة من الغلوف التصوف الذي فيه ان الأولياء لم يتصرفوا في الكون في الصغات بهم الى آخره اذا ضموا الى اشعرية هذه البدع الخبيثة ففي لبريه وشرو للو تجرى خارج ولا يجيز ان يستوه الى السلم بحالة الاحوال والله وعلا وعلا انا اريد ان تنظر الدكتور انت الان بارك الرفيك لاتتتكلم عن مذهب الاشعرى وكلامنا في مذهب الاشعرى انت تتكلم عن افراج منهم ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الاشاعرة مذهب الاشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي الجواب لا لكن ألا يوجد في الاشاعرة صوفيون ومتعذبون ومتعثبون لابن عربي الجواب نعم لكن أيضا يأتي سؤال ثاني ترى المتريدية لو يوجد فيهم من هو صوفي أيضا الجواب نعم يوجد لكن هل من مذهب ما تريدية في العقية التصوف جواب لا فإذا نجد نحدد الكلام حينما نتحدث عن مذهب صائفة من المشلمين نصفه بما في أما أسراد من المشلمين هؤلاء لهم الحرافات أخرى لا نقول هذا مذهب صائفة التي ينتمي إليها يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية لا لابد أن نريد شيء من ذلك لكن اكتشابهم لمثل هذه المخالفات لا يسرح أن ينسب إلى المذهب السلفي لا هذا السلفي لا يتدين هذا الباطل الذي يستيبه يرى أنه حرام فأخذ هذا يتدين بهذه الطرق الضالة على أن نهديه هو بارك الرفيقي القصة يعني هل هذا مذهب أم هذا تصرف طالب من أسراد أو أسراد أسراد مذهب صار التصوف لا نتكلم عن التصوف نتكلم عن الأشعرية كمذهب هل هو صوفي؟ الجواب لا أما هل يوجد في الأشائر المتصورة؟ نعم يوجد هذا هو المغير للحصول لا أقول إن هذه الكثاؤلات مشأها أن بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون أن يعودهم أهل السنة ولو كانوا صوفية نحن هل يجود لنا أن نقول عن المتصورة إنهم من آل السنة؟ كيف هي من الصوفية عندهم ذاتينية؟ فعدهم أهل السنة؟ لا يتكلم عن الجماعة لا يتكلم عن أفراد يتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهبة للسنة؟ الجواب لا أما يوجد أفراد متمسكوا منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا كذلك الأشاعر هل الأشاعر كمذهب هو من مواهب آل السنة؟ أم لا أجواب كنا آنفا هم في بعض ما يذهبون إليه ووافقون آل السنة وفي البعض الآخر يقالفون آل السنة ويكتقون مع المعتدلة أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعر صوفية هذا تصرف شقي وليس هو كمن ملهبي ليس من ملهب الأشاعر بهذا إنما هو أمر يتراه بالأفراد كما قلنا آنفا إن بعض الشلفيين يتصرفون بالتصرفات يخالف الشريعة فما نقول هذا مذهب للشلفيين إنما هذا التصرف الأفراد منهم الآن هذا يطلق منهجية وهي تصرفات أفراد الآن لا تجد مثلا في جديو بلدي أو بريل مي إلا وهو صوفي هذا الشيء عبدالصمد والأخوان يعرفونهم لا تجد مثلا في المغرب غير شنفي إلا وهو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت يعني لا يجب من ينجو من الحبال الصوفية من الأشعريين فعول أحنا وهم يحاربون الصوفية أشعر المحاربة لكن يوجد لهم من أشعر صوفي أنا بقول لك يوجد لكن ليس مذبا لهم والدي مثلا حنفي مع الأسف متعتب وربما بلق المكان يقع بيني وبينه لكن ما كان صوفيا كان عنده انحرافات تبعا تميل إلى البدعة ومشبه ذلك لكن ما كان صوفيا فإلا هذه تصرفات تربية وليست نابعة من نفس المذهب من كان أشعريا فلابد أن من لوازمه أن يؤيدهم مثلا الرحمة عشر سوا هذا ما ذابه لكن من كان أشعريا ليس بضروري أن يكون صوفيا فأنا هذا ليس من لوازم المذهب أحببكم يعطل نعم كلمة وترجمة نانسي قنقر صُوقيا لحسن يقام سعر بالترجمة نانسي قنقر